السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم في الصحف هذا الفيديو الجديد كي كان قولوا لما قد تكفيل زيدك فيلا فالمغرب كل نهار كيعطينا فيل وفيلا ما شغي فيل ودو كل فيل وفيلا في كل يوم يتوالدون وهاتش تيلهم ما كيساليوش اليوم الخبر الذي اتيره هو حول مطالب بمنح الجنسية المغربية لابناء واحفاد ليهود المغاربة طبعا هم ما كيعطوه لك تحت هذا العنوان دائما ما كيخشيه لك اليهود المغاربة في حين أننا نتكلم عن إسرائيليين عن صهاينا فقط هذا العنوان كيتعطاكها واجهة باش ما يقدرش يهضر شي واحد وليقول شي حاجة في حين أن هاد الناس اللي كيتكلم عن هذا الفئة لا علاقة لهم بالمغرب وهاد الناس يعني جايين موحد الكيان يعني ما كينش بينهم مدني لأن كل إسرائيلي يعني كيكون دوز تجنيد ولدوز تجنيد في إسرائيل لما قتل واحد قتل عشرة لما قتل عشرة قتل مية لما قتل مية قتل ميتين يعني جميعا شاركوا في عملية استيطانية في عملية احتلال في عمليات تصفية فلسطينيين أصحاب الأرض والمغرب يريدوا أن يكافئهم وأن يمنحهم الجنسية فطبيعة الحل أجهزة ديال الدولة مني كانت تبغي تخرج شي حاجة مني كانت تبغي تهيئ لها فما كانت تخرج لهاش مباشرة يعني فدائما ما يلجأون إلى مثل هذه الألعيب ديال بعض الجمعيات وبعض النشاطاء نحن نعرف أن عدد الجمعيات والنشاطاء لصائبهم المخابرات المغربية وتستعملهم في كل لحظة وحين لا يعد ولا يحصل أني كتخرج كتقول لك النشاطاء في المغرب يجمعون عشرين ألف توقع من أجل تقديم التماس إلى مجلس النواب بشأن هذه عملية جلس نبض حاليا لكن بما أنهم بدأوا بهذه الطريقة فهم يريدون الوصول إلى تمكين الإسرائيليين جميعا لأنه باش تفيري فيه واش مغاربة ولا ماش مغاربة واش هو قانوني أنك تعطي الإسرائيليين الجنسية المغربية احنا غادي نشوفه أولا يعني الحصول على الجنسية المغربية عنده عدة شورط لكن احنا كنا نعرف أن هنا في واحد دولة مثلا أن صديق أبو زعيطر حصل أصدقاء أبو زعيطر حصلوا على الجنسية المغربية دون أن تتوفر فيهم الشروط ودون أن يعيشوا في المغرب دون أن يتزوجوا من المغربية دون أن يسكنوا في المغرب دون أن يكونوا من مواليد المغرب دون أن يتحتسوا اللغة العربية فقط بقرار لا بقرار استثنائي من طرف الملك لأنهم أصدقاء أبو زعيطر ثلاثة والأربعة ديال الأشخاص من المشاهير واحد حتى تم تمكنه من منصب ديبلوماسي كنائب القنصل العام لدوسلدورف فالشروط لتلزموا من أجل الحصول على الجنسية المغربية أولا هي الإقامة الاعتيادية ونحن نلمو أن أغلب الإسرائيليين الذين يقولون أن لهم أصول مغربية لا يقيمون بالمغرب إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمسة على تقديم طلب التجنيس مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ثانيا بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ثالثا سلامة الجسم والعقل رابعا الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب جنايع أو جنحة مشينة أو أفعال تكون جريمة إرهابية في حين أننا نعلم أن هذه الناس كلهم شاركوا في عمليات تعتبروا إرهابية قولا وفعلا أو أفعال مخارفة للقوانين الإقامة المسرعة بالمملكة المغربية أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية خامسا معرفة كافية باللغة العربية سادسا التوفر على وسائل كافية للعيش فنحن نعلم جيدا أن نهار اليهود المغاربة خرجوا من المغرب لم يخرجوا مضطرين يعني من غير الفئة التي خرجت في العهد دي الحسن الثاني يعني فاش كانوا باغين يكونوا الكيان كان خصهم واحد العدد معين من الساكنة والمواطنين اللي غضي عمروا تلك الأرض فكانت صفقة دي الحسن الثاني لكن بعدها من غادر المغرب غادره طواعية ونحن نعلم أيضا أن الجنسية المغربية ما غتجيب شي امتيازات لأي مغربي من غير الناس اللي كيكونوا قرابين من السلطة ولا الناس اللي كتعطيهم الدولة امتيازات مثلا فالمواطن المغربي غتقولوا الجنسية المغربية يعني ما ما كتفيدك شف شي حاجة أما مواطن إسرائيلي عنده جنسية إسرائيلية كتمكنوا من أنه يصل بزاف ديال الدول وكتعطي بزاف ديال الامتيازات ماذا سيحتاج الجنسية المغربية واش من أجل فقت المواطنة زمع؟ من أجل التام غربي كما يحاولون أن يروجوا له حاليا لا بل على العكس نحن نشوف أن إسرائيل أصبحت متحكمة في عديد من القطاعات دخلت إلى الجيش دخلت إلى الام دخلت إلى المخابرات دخلت إلى الاقتصاد دخلت إلى الفلاحة فهذا كيمكنهم يعني الحصول على الجنسية المغربية من أن يتكلموا معنا كمواطنين مغاربة كاملة الحقوق والواجبات يعني إذا مكنتهم الدولة من أي امتيازات التي يحصل عليها يعني الغالبية ديال الفاسدين اللي يحومون حول فلك القصر فيقول لك هدوثا هما مغاربة عادي تقول لهم كذا إن الفاسد ما الفاسد ويقول لك أنت تعادي السامية ما تعادي السامية وكأن الاعتراض ديالك ما الشيء لا هو اعتراض سياسي غير ده اعتراض ديني كما كنشوفه هنا في العنوان ما يروج له يعني الكلام عن أحفاد اليهود المغاربة في حين أننا نعترض على الصهاينة والإسرائيليين وعلى التوجهات ديالهم وعلى المخططات منها ما هو معلن ومنها ما هو سري لكن المغاربة دائما في درقفل ولهذا كنشوفه أنهم هذل الأيام يعني يروجون مثل هذه العنوان ديال إسرائيل تدرس الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وكذا وكذا فمثل ما فعل في النظام المغربي لأنه دائما يفعل به وفيه يعني كيجي يخرج عينيه في المغاربة أو كيجر المغاربة معاه حتى يفعل فيهم المغاربة نكلم عن المغاربة المطبلين لقرارة النظام المغربي فأيضا هم يفعلوا فيهم كما يفعلوا في نظامهم إسرائيل تدرسوا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء فهديك نغسلك شوية الأحاسيس باش بنادمك يقول لك هاي عاود الاعتراف بالصحراء وكأننا نسينا وكأننا لا نتذكر كيف أقيمت الدنيا وأقعدت منين؟ خرج الحديث على اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء فخرجوا هللوا وطبلوا وزغرتوا في الشوارع وكأننا جئنا بنصر مبين البنادر والتعارج والقوالات والغيطة والطبل يعني في جميع شوارع المغرب ودربوا ياتوا الرايات وشوف تيفي وهيس بريس وهيبا بريس وكأننا المشكل ديال الصحراء راسافي تحقق الانتصار وتم إغلاق الملف نهائيا باش نعرفوا درجة التخدير الذي يتمه يعني في حق المواطنين المغاربة شنو ما تقل لهم تيخرجوا يطبلوا لي شنو ما تقل لهم تيخرجوا يطبلوا لي احتفلوا فقد فوزنا في قضية الصحراء وهذا كان شرطه التطبيع مع إسرائيل بعد أن تم التطبيع واستولت إسرائيل على ما استولت عليه واستفادت مما استفادت منه فتغيرت اللهجة وتغير الكلام حتى أن كان الكلام على افتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الدخلات المغرب يعلن اقتراب افتتاح القنصلية الأمريكية بإقليم هذه إعلانات كانوا ناس يخرجوا بوجههم حمروا وتيتجابهم معنا وتيخرجوا في عينهم وإن المغرب ومريكان وكذا ولا تراجعوا اللي راجل يهتر وكذا أين هي القنصلية ما رجعوش عود اليوم عود خرجوا عينهم وترتقوهم وقال لك لا وبالرولنا تطبيع بقى غير تطبيع وبقى الانتصارات التي حققتها إسرائيل على الأرض المغربية والامتيازات التي تفوز بها واليوم زي دينهم الامتيازات ديال الجنسية فالمغرب أعلن عن اقتراب افتتاح القنصلية الأمريكية هذا كعنوان أول شوي شوي مع الوقت ولقى لك افتتاح القنصلية الأمريكي بالدخلة سيشجعه ما بقاش إعلان يعني أكيد ربما إلا تفتحات قنصلية سيشجع مشاريع الاستثمار في المنطقة وكذا وكذا وتدريجيا كيبقوا تتغيروا الأخبار وكتتغير النبرة هل يعرقلوا الكونغرس عوثني جونب هل يعرقلوا الكونغرس افتتاح القنصلية الأمريكية بالدخلة وبيع درونات أسكرية للمغرب اوكي افتتاح قنصلية عوثني إذا شوي دلوقت افتتاح قنصلية الدخلة الحلقة المفقودة في العلاقات المغربية هذا المقار قد تتقرى فيه قال لك زعم المهم ما شه هو افتتاح القنصلية المهم هو الاعتراف الأمريكي وكاتبقى بشوية بشوية أمريكا لم تتراجع عن الاعتراف بالسيادة وكذا وكذا حتى ولات أمريكا اليوم تتحدث بلهجة واضحة وصريحة على حل أمامي حل أمامي كانوا شوين قذلهم للحكم الداتي فقال لك وصافي واسه الحكم الداتي مزيان قال لك يعترفونهم على السيادة شوين قذل الحكم الداتي قال لك الحكم الداتي التهوم مزيان دون أن يناقش التغير والتقلب في المواقف وعدم الوضوح شوية نهائيا هل تراجعت أمريكا عن الاعتراف بمغربية الصحراء حتى اليوم مبقى بشك يهضروا عليها وكأن شيئا لم يكن وكأن المغرب لم يوقع اتفاقا ثلاثيا ولكن المغرب كيدي دكش اللي عليه وزيادة وكيعطي بوسا وكادل إسرائيل فوق دكش ديالاتفاقيات إلى أن وصلنا إلى درجة أنه كان اليوم كلام عن منح الجنسية المغربية لإسرائيليين كي يرتعوا ويمرحوا داخل المغرب رجال الاقتصاد الاستثمارات سياسة العقار الامن المشاريع ديالتجسوس اللي بغيتي غا يديروها وهم بجنسيتهم مغربية ما تقدرش تقول لهم كي يقول خطنا المصريين تلتي الثلاثة كام لأن الجنسية غادت تعطالهم حتى الجنسية نحن نشوفها أنك التعطال حتى وإن كان حصول إسرائيليين الجنسية المغربية مخالفا للدستور ومخالفا للقانون سيحصلون عليها لأننا لاش عدنا وحد المالك كيدير ضهائر كيدير استثناءات بإمكانه أنه يعطي الجنسية حتى الآلف وآلفين وثلاثلاف واحد بجرة قلم واحدة وخامت وفرش فيهم الشروط التي ذكرناها في هذا الفيديو دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم